اشتركوا في القناة كان رئيس الوزراء ووزير الخارجية قد وصل صباح اليوم الى العاصمة الاوكرانية كييف عقب رحلة بالقطار استغرقت 12 ساعة من الحدود البولندية ضمن الوفد الافريقي الذي يضم رؤساء جنوب افريقيا والسنغال وجزر القمر وأغندا وزامبيا وممثلا عن الكونغو ويعقد الوفد الافريقي جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الاوكراني فلوديمير جلنسكي لعرض عناصر المبادرة الافريقية المشتركة بتسوية الازمة الروسية الاوكرانية نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تدولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل بشأن رسائل صوتية على تطبيق أتساب تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الالكترونية الخاصة بشركات الاتصالات الى أجل غير مسمى من جانبها أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية المحافظ الالكترونية بدعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في فعليات الدورة الثالثة والعشرين من منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي المقام في مدينة سان بيترسبورغ الروسية والتقى وزير الصناعة روستومي خانوف رئيس جمهورية تاتريستان الروسية لبحث أوجه التعاون المختلفة مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية بالإضافة إلى اجتماع عقده مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي لبحث مناقشة الموضوعات الرئيسية بمجالات العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين كما التقى وزير الصناعة كبريات الشركات الروسية العاملة بمجالات الشحن لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين لتسهيل حركة التجارة بين روسيا ومصر يخد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيارة البرتغالي روفيتوريا ميرانه الرئيسي اليوم استعدادا لودية جنوب السودان المقرر لها الأحد في الثامنة مساء على أستاذ القاهرة الدولي بختام معسكر الفريق الذي شهد التأهل رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية وعادت بعثة المنتخب أمس إلى القاهرة من المغرب بعد مواجهة غنية الرسمية في التصفيات حيث واصل منتخب مصر انتصاراته مع فيتوريا بفوزه السادس أمام غينيا القولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوتفوار 2024 على ملعب مراكش الكبير بالمغرب